من ساعة شهر اتنشر لحد الشهر عشرة وحاجات كتيرة اوي 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 حصلت خالت الموضوع اخد ابعاد تارية خالص انتو انتو بقى انتو حاسين معمينة وحاسين بايه يعني شايفين ان الكتاب دلوقتي ممكن كنت يعاد كتابتو تاني هل انتو اتفاجئتو بحاجات معيارة بكتبتو خالين اصلا ما هي موجودة اه لا اه يعني بس يعني هو اصلا احنا بعد كل حفلة التوقيع او بعد كل اي حاجة بتحصل مصيبة كبيرة احنا فعلا قبل كل حرق كنيسة كان عندنا حفلة التوقيع فعلا نشوف كل التاريخ قابلها بيوم او يومين او طرح حطرات توقيع يا جلسات فضلت توقعنا كتايا فقبل كل حفلة التوقيع بيبقى الكلام بيزيد عمقا يعني احنا بنتيلي نشوف الموضوع اكتراني اول حفلة التوقيع كانت كبيرا يدامنا مشكلة كبيرة احنا في الاول كنا حاسين بالمشكلة لما كنا نكتر بس هو هل لو كان لو كتبنات دلوقتي هل الموضوع هيختلف هو هيزاد عمقا بس لكن الهدف هيفضل زي ما هو والطريقة تفضل زي ما هي كالقالب هيفضل زي ما هو بس الموضوع كان هيزاد عمقا بس شوفنا حاجات بشكل عمق فهمنا حاجات اكتر شوفنا الناس يعني فهمنا معظم الناس بتفكر ازاي واخر طب انا فقا حسألكوا السؤال الناس كلها بتسألوا وبيبقى الرد بيبقى تقريبا محدد قوي في حتة قامة لما نعمل قانون دور العبادة وآه لما يسن القوانين والقوانين والقوانين لكن هزا عرف المجتمع انتو كلمتوا في مشاكل المجتمع هل شايفين حل هل ده ممكن يضغير القوانين شيء اساسي يعني دولة العدل هي حل الجزء كبير قوي ان المواطن لو لقى يعني لو بصنا الاخر حدثة حصلت اللي هي في اسوان لو الحدثة اللي حصلت في اسوان المشكلة اللي حصلت دي في لحظتها حالينا مشكلة وجبنا اللي عمل مشكلة يعني طبقنا عليه العدالة وطبقنا عليه العدل فما كانش الطرف الاخر او اللي حصله بمشكلة هيزعل ويبتدي ينزل في مسيرة ومزاهرة عشان يطالب بحق او ياخده بقية طريقة ان كانت سواء اعتردنا او اتفقنا عليه فدولة العدل هي حل الجزء كبير قوي ممكن نوفر علينا مشكلة كتير جدا لكن المجتمع برضو عندنا حصلت شوهات كبيرة من الفترة اللي فاتت احنا ده تعرضنا في الكتاب كتير ما حولناش في الكتاب ان احنا نقول في مشكلة بين مسيحين ومسلمين او المسيحين ومسلمين كويسين مع بعض لا يعني حولنا نعرض المجتمع بتاعنا بشكله يعني على القهوة في المدرسة في البيت في كل مكان في السياسة في مجلس الشعب يعني في كل حاجة الاوضاع الاقتصادية اللي عندنا احنا شايفين ان كل الاوضاع اللي كانت غلط اللي كانت موجودة قبل الثورة وما زالت طبعا تابعها موجودة لغاية دلوقتي هي اللي تسببت في ده يعني بقى نشوف اي مخرج نخرج فيه الطاقة اللي عندنا وخاصة تغالبا بتكون طاقة سلبية بقى نشوف اي انتماءات تانية غير الانتماءات للدولة اللي هي حاسينا ان هي بتديماش حقنا حاسينا ان هي مش بتاعتنا فده كانت مشكلة حاولنا نرصودها كتير في الكتاب وده اللي شايفينه برضو مستمر شوية بعد الثور بس يعني احنا طبعا المشاكل برضو موجودة لغاية في القرارات السياسية وفي الاوضاع برضو موجودة بتساب مشكلة كبيرة لكن احنا شايفين فيه امل يعني لقدام لان كل ده انفجار يعني انفجار بقى مع فتح باب الحريات شوية شوية لكن لسه برضو فيه شوية مشاكل يعني الناس بتحاول تعبر عبادها بتحاول تطلع برضو الطاقة اللي جواها على الاقل الدهوات بيمشي في شكل مظاهرات واحتجاجات وكذا ده شيء صح في تنفيذ ايا بس نرجع تاني كل دهوات لفكرة ان في مواقف معينة او قوانين معينة او حاجات معينة احنا كم مسلمين وامسحيين احنا بتنشر فيه ان ده لازم يتحل وملهاش حل تاني غير كده بس انا بتكلم على زي يقولوا ايه السرطان اللي استشرة في المجتمع اللي اتكلمتوا عنه في الجامعة في المدرسة في الشغل الدهب ايش زي ما احنا قلنا اللي هو واحد بس بيحط القناعة ديني وكلام ده كل المشاكل دي هتتحل يعني احنا عندك استراتيجية على المدى البعيد وتكتيك على المدى القريب الحل الحاجات دي في المدى القريب هو ان يبقى عندك قانون موحد مش قانون موحد عندك قانون عندك حاجة ماينفعش تكسرها بيمشي على كل الناس كبير صغير مسئول مش مسئول مسيحي مش مسيحي مسلم مش مسلم كل الناس قانون ده تكتيك يمشي لفترة قصيرة ده اللي حالي المشاكل في الفترة قصيرة ان احنا نضمن ان ما يحصلش ازى لحد بس عن المدى البعيد كاستراتيجيات وكده لازم نهتم جدا بالولاد الصغيرة بالتعليم ان احنا الجيل الصغير ده شاف ثورة يعني من الاسر النفسي بتاع الثورة ان هو الكبير اللي قدامه الصورة اللي قدامه في المدرسة دي اتشارت هو كان فهم ان ده حد كويس وبرعين اتشارك اكتشف ان هو مش كويس فهو كطفل الاسر النفسي بتاع الكبير ده رؤيته لكبير دي بازت شايف ان هو الصغير وولد الصغير ده بقى شايف ان فيه مشاكل مبين مسيحيين ومسلمين فهو ترطب برضه في زهنه لما يكبر هيبقى حاطت في دماغه ان فيه فعر ما بين مسلمين ومسيحين فالجيل الجديد اللي طالع ده اتكه صعب بص خالص من الاحداث كتيرة حصلت فكاستراتيجية لقدام ان الجيل ده ما يبص والجيل ده هو اللي فعلا ياخد بصر لقدامه لازم نبتدي بقى نعلمه كويس نعرض له نمازج كويسة نمازج قيادية كويسة حقيقية مش مش اشكال وخلاص لازم نبتدي نوريله ان لقى فيه مساحة التعايش ما بين المسيحين ومسلمين ومساعة دي كبيرة جدا ممكن دكتور فاضل سليمان الكلام في موضوع ده ان احنا يعني لو هنشوف المساعات المشترقة الناس كلها بتجمع عليها عندنا 95% من المخاومات اللي تدخلين نبقى عاشين في سلام وتحب والدنيا تبقى زي الفرق لازم نتدي نركز الناس ان هو مش سبق يعني مش المسيحين لو بقوا كتير كده مصر بقت حلوة ومسيحية ومسيحين بقى كتير يعني هو مش سبق هو احنا عايشين في بلد هي بلد بتسع كل الناس مسيحين ومسلمين وياهود يعني بغض النظر مين اللي هيعيش بس الغلابية العظمة عندنا مسلمين ومسيحين فخلينا نشتغل مع بعض وده اللي احنا حبنا نركز عليه قوي في الكتاب ان هو الكتاب عبارة عن واحد مسيحي واحد مسلم اشتغلوا مع بعض كتبوا مع بعض وفي النهاية الناتج لطرق ده فرح بين مسيحي وفرح بين مسلم صحيح والاتنين اببسطوا ولما اشتغلنا مع بعض الكتاب بقى حلو لان هو بقى صريح وبقى واضح وبقناش منلف على بعض وبقناش بقى فيه بقى الاحضان والبوس اللي بيطلع في التلفزيون والحاجات دي وهو بقاش فيه احادية الاتجاه يعني باش مكتوب بوجة نظر معينة بس مازال وسيظل لناس خلاص هي بازت هو شايف ان اللي قدامه ده ما ينفعش يهيش معايا واللي قدامه ده بيكرهني في المسيحيين ومسلمين شايفين ان الطرف التاني مش كويس والطرف التاني عايزي ازيني وخلاص الناس دي بالنسبة لي مش بازت خالص بس بالنسبة كبيرة يعني التعامل معاهم هيبقى محتاج وقت فيه يوتيوب شانل لكم فيه حاجة جديدة انا ومينة شغالين فيها مع بعض اسمها اللمبة الصفرة ده برنامي جديد للمبة الصفرة اللي هي اللمبة اللي بتزع مع الفكرة دايماً وحنا صغيرين كنا نشوفها في الكارتون اه بالظرط يا تندي فاحنا دايماً كالناس يعني بتتكلم ان انتو يعني قدموا بقى النموذج قدموا حلول فاحنا شايفين ان الحلول يعني انا ومينة قررنا ان احنا بعد كده مش نعمل حاجة تانية عن التقافية في مصر احنا يعني قلنا احنا مش او مرة نشتغل مع بعض كانت تستجمسزمة في المخ انا ومينة فعلاً صحاب من زمان انا ومينة اشتغلنا حاجات تابلي كان مع بعض احنا لان احنا واحد مصر واحد مصر بيعرف نشتغل مع بعض فنشتغل مع بعض وعملنا حاجة كويسة ما كانش السبب ابداً ده مسيحي وده مسلم بس احنا كنا بنحاول نوصل رسالة معانا عن طريق الكتاب وانتمنى انها تكون وصلت ونحاول بقى نأكدها بعد كده بالشغل مع بعض احنا برنامج بيقدم مبادرات للتنمية وحاجات يعني هو بتكلم عن فكرة الفرصة احنا شوفنا الصورة في حد ذاتاً هي فرصة الناس اتعاملت معها ومشت وراها ودعمتها لغاية محاقنا هدفها المرحبي اللي هو اللي فات لكن مازال بعد الصورة فيه اوضاع سيئئة جداً لن كلها كانت متوقعة اللي هيعدينا للبر التاني اللي هيعدينا للبر الامان هو الفرص اللي موجودة قدام بس الفرص دي لو سبناها فمش هلقايها تاني بعد كده فلازم كلنا نجمع عليها ونمسك فيها ولازم نهتم بها ونعرضها للناس فده اللي احنا بنحاول نعرضه ان احنا كل مرة بنعيش موضوع معين بنجيب مبادرة للتنمية بنجيب حاجة للمستقبل مصر سواء كانت في السياسة في الاقتصاد في المجتمع وبنحاول نعرضها للناس بدأ البناميك ده بدأ بدأ نزدد اللي عايش يعمل ايه يكتب على اليوتيوب اللمبة صفر بس كم بس كم وعندكو تشانل ونسبسكرايب اه طيب انا مشكركم وبحييكم على الكتاب دوات بجد وبحييكم عليه من ساعة ما طلع وبحييكم على هذا الوقت كمان وبحييكم على فكرة حاجة لطيفة جدا انت قلت انا مش هتكلم تاني عن فتنة طائفية لان فكرة ان حد يعمل حاجة فييوضل بقى عايش فيها بقى ويوضل يعود يعيد ويزيد فيها ويستغل ان هو نجح فيها فتكسروا كمان دوات فعطاكم انتو مثال جيد جدا انتو هتكملوا فكرة الكتابة انتو كتاب بالنسبة لكم كانت مجرد تنفيس ولا انتو ادباء بقى وحتكمل بقى وكتاب وكده انا هنكمل نكتب بس مش ادباء بقى والحاجات الكبيرة دي ان شاء الله في فيه يعني كزا فكرة ما وما تروح قدامنا فحنا بنفاضل ما بينها وبعدوا مع بعض ولا كل واحد لو واحده ان شاء الله هتتخانقوا لا داما كده ديش حاجة بتحيير لك السادات خانق وده اصل وزعل منه واسطاكرا عايش في فكرة لو واحده ايه دا اقدم النموذج للاخر ان شاء الله يا رب ان شاء الله بإذن الله مصطفى السياد ومينة شنودة مؤلفي كتاب استجمالتزم في المخ انا سعيد بنتوكتو معنا النهار ترنت ومشاهدينا هنروح لفاصح رح لتقرير ونرجع تاني نكمل بقية فقرات نهارك سعيد خليتكم معنا